أجرى سمو وللعهد الشيخ نوافل أحمد الجابر الصباح حفظه الله اتصالا هاتفيا بأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة عبر فيه سمو عن خلص التهاني وأصدق التبركات بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد سائل المولى العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على جلالته بمنفور الصحة والعافية وطول العمر وعلى البلدين والشعبين الشقيقين بالمزيد من الخير واليومي والبركات وعلى الأمتين العربية والإسلامية قاطبة بالمزيد من الرخاء والازدهار وقد شكر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود سمو للعهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح على هذه البادرة الكريمة التي تجسد عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين مبادلة سموه التهاني بهذه المناسبة ومتمنيا استمرار هذا التواصل الأخوي وأن يعيد هذه المناسبة الكريمة على سموه وعلى دولة الكويت وشعبها الشقيق بمزيد من التقدم والرفعة تحت ظل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ذخرا للبلاد وقائد للعمل الإنساني وعلى الأمتين العربية والإسلامية جمعا بالخير واليومي والبركات